دين السعادة والمحبة والجمال دين السماحة والإجابة والسؤال دين التبسم والحوار بلا جدال فيه التواصل في الأمور والاعتدال ديننا ديننا دين السماح السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في مستهل اللقاء الطيب المبارك الكريم بالقناة الطيبة المباركة قناة الصح والجمال وأهلا بحضراتكم عبر هذه الشاشة الطيبة المباركة الكريمة في هذا اللقاء الطيب الكريم أول ما نبدأ سلام الله عليكم ورحمته وبركاته الحمد لله لا عز إلا في طاعته ولا زل إلا في معصيته ولا سعادة إلا في قربه ولا نعيم إلا في رضاه ولا راحة إلا في ذكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في علاه يحب من عباده من أطاعه وأرضاه ويبغض من عاصاه وأشهد أن حبيبنا ونبينا وعظيمنا سيدنا محمد رسول الله صلى الله وسلم وبارك على حضرته وسلم تسيما كثيرا أحبائي مشاهدي قناة الصحة والجمال في هذا اللقاء الطيب الكريم في هذه الحلقة الطيبة نتناول حديث طيب كريم حول موضوع من موضعات هذا ديننا في هذه الحلقة أحبابي الأكارم في الله نتحدث فيها حول صلاح القلوب وأي صلاح القلوب يقصد ربنا تبارك وتعالى ويقصد النبي صلى الله على حضرته وسلم في صلاح القلوب بنعيش في وقت طيب مبارك كريم مع أحباء الشاشة الطيبة المباركة وفي صلاح القلوب أحباء النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نبدأ؟ لأن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال بعد بسم الله الرحمن الرحيم وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا معك يا رسول الله؟ ماذا معك؟ ونحن نركب سفينة رسول الله مشرعين مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم حول سلامة القلوب حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال أي سلامة القلوب تقصد يا رسول الله؟ قال الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه أن سلامة القلوب في تطهير القلب مع رب العالمين أي أطهر القلب مع الله لأن نظر الله عز وجل في قلب العبد النظر هو في قلب العبد الله عز وجل قال حديث حسن صحيح لنبينا صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا ينظر إلى أموالكم بل ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم حديث حسن صحيح أحباب النبي الكريم النبي صلوات ربي وسلامه عليه لما سئل على صلاح القلوب فقالوا أي صلاحة القلوب تقصد يا رسول الله؟ قال ينبغي على المسلم المؤمن المخلص أن يطهر قلبه من الكذب ومن الفجور ومن الفصوق ومن العصيان ومن الغيبة والنميمة ومن الزم ومن المتح ومن كل ما يغضب الله تبارك وتعالى ومن كل معصية ومن كل سوء قال وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال إذا كان الإنسان المسلم أسلم إلى الله أسلم بإيه؟ أسلم بلسانه؟ أم أسلم بقلبه؟ آمن بلسانه أو بعقله؟ أم آمن بقلبه؟ انظر إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ألا إن في الجسد مضغة؟ إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب؟ أحباب النبي إذا صلح القلب صلح سائر البدن وإذا صلح سائر البدن صلح سائر العمل أحبابي علينا في هذه الحلقة نتعلم كيف نصلح قلوبنا مع الله كيف نخلص إلى الله؟ كيف نصلح؟ وكيف نحسن؟ وكيف نتواصل مع الله تبارك وتعالى لأننا بعيدين عن الله تبارك وتعالى فصلت الله علينا أنفسنا بل وصلت علينا الدنيا وصلت علينا أشياء كثيرة مثلا مثل الأمراض والوباء والغلاء والداء وكل ذلك لأننا بعيدين عن ربنا تبارك وتعالى علينا في هذا اللقاء الطيب لنتعرف حول صلاح القلوب فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله في صلاح القلوب أي أنواع القلوب وأعلاها منزلة إلى الله تبارك وتعالى؟ قال القلب المنيب لذلك أن الآيات قد دلت وبيّنت فضل الله تبارك وتعالى على أصحاب القلوب المنيبة التي أنابت إلى الله تبارك وتعالى وأخلاصت إلى الله عز وجل في معاملتها مع الله ومع الناس ومع كل الأمور فهي تحسن لنفسها فانظر إلى صلاح القلوب قال القلب المنيب لما؟ لأن القلب أناب وأتاب واستسلم وعلم لأن أعظم شيء في الإنسان هو القلب هو القلب أعظم شيء في الإنسان هو القلب لماذا؟ لأن القلب هو العالم به الصارع لي المشير إلي المحب له المحب له اعلم أيها الأخ الكريم أيها الأخ المسلم أيها الأخ المسلمة المؤمنة الطيبة علينا أن نرجع إلى قيمنا وعلينا أن نرجع إلى أصولنا وإلى مبادئنا وإلى ضمائرنا وإلى أعمالنا الصالحة والتقرب مع الله تبارك وتعالى ينبغي هذا في صلاح القلوب مع الله فكيف نصلح القلب مع الله؟ هذا هو موضوعنا أحباب رسولنا صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لأننا نرى في مجتمعنا قد غابت الضمائر بل وقد مات الضمائر إلا ما رحم الله وإلا من يتغمضه الله برحمته لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئله قال أحد مننا يدخل الجنة رسول الله بعمله؟ انظر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا لا أحد منكم يدخل الجنة بعمله ولكن ماذا يا رسول الله؟ قال إلا من يتغمضه الله بواسع رحمته قال ولا أنت رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمضني الله بواسع فضله أي بواسع رحمته وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في صلاح القلوب دائما أبدا يقول نبينا صلوات ربي وسلامه عليه اللهم سبت قلبي على دينك أو سبت قلبي على طاعتك سبت قلبي على الإيمان سبت قلبي على الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي غافر الله تبارك وتعالى له ما تقدم من زنبه وما تأخر وهذا هو النبي البكاء الذي يحيي فينا صلاح القلب مع الله تبارك وتعالى أن يصلح الإنسان قلبه مع ربه فإن هذا الصلاح يعود تفضل 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 يا سيد محمد تفضلي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت يا شيخ أنا عندي سؤال تفضلي يا سيد محمد أنا يعني مش بجرة كثير في القرآن بس كل جبعة يعني بجرة صورة الكهر ومجرة صورة يسير وبجرة صورة الدخان نعم تفضلي أنا كده هزر القرآن كل أسبوع يعني بمسكه بس القرآن على المسلم ورد يومي يعني المسلم عليه ورد يومي في القرآن فيجب على المسلم دائما أبدا لأنه بنقول السعادة في قربه أو والراحة في ذكر الله لأن ألا بذكر الله تطمئن القلوب وأنا بقرأ كلام الله فيطمئن قلبي وتسكن جوارحي مع ربي وأن هذا فلاح ونجاح وفوز مع طاعة الله تبارك وتعالى الأستاذة محمد بتسأل بتقول أننا بقرأ القرآن في كل أسبوع وفي سورة الكهف يوم الجمعة مثلا أو في يوم الأسبوع لا علينا ورد يومي في القرآن ولو صفحة حبيبي في الله ديننا يعلمنا أن لا نهجر القرآن لأن القرآن أعظم الكلام وأطيب الكلام وخير الكلام كلام الله تبارك وتعالى فكيف نهجر كلام الله عز وجل من ذكره فعمل به وأجر ومن أساب عليه فهو من الفائزين ومن الصالحين ومن متقين ومن متقربين وهو في جنات رب العالمين بفوز برضى الله عز وجل أي سؤال آخر تفضل أحبابنا وأحباب النبي صلى الله عليه وسلم ما زال الحديث موصول حول صلاح القلوب فقالوا رسول الله بين لنا أنواع القلوب قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في طيب قلب فقال اعلموا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنواع القلوب أنواع القلوب عديدة فقالوا فسر وأسكر لنا يا رسول الله قال القلب المنيب والقلب السليم والقلب التقي والقلب الرحيم والقلب الوفي والقلب الواصل والقلب الذاكر والقلب الحامد والقلب الشاكر والقلب الورع والقلب المسترحم والقلب المستغفر والقلب الواصل القلب المعطي أحباب النبي صلى الله عليه وسلم هقول له هناك قلوب لأن الله تبارك وتعالى قد خلق قلوب العباد جميعها وهو أعلم بها لأن الله تبارك وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور تفضل ألو 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 تفضل عليكم السلام ورحمة الله وبركاتفضل أخي الكريم تفضل اتفضل بس اتزاكع أستاذ طارق اتفضل أخي طارق الحبيب تفضل بارك الله بك يا شاهد الله يبارك لك أستاذ طارق أخويا طارق من طبعا بمدخلة مع القناة من الدقالية من منصورة جزاك الله خير أن تفضل سؤالك اتفضل ميش ولكن أحباب النبي صلى الله عليه وسلم لنعيش مع أطيب المواقف مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذكر لنا أنواع القلوب قال يا رسول الله لما هناك أنواع القلوب عرفناها ولكن يا حبيبنا ويا نبينا أن هناك هل القلب يمرض يا رسول الله قال نعم قال وما مرض القلب؟ قال مرض القلب ببعده عن ذكر الله ببعده عن ذكر ربه فأن القلب يمرض قالوا هل القلب يموت يا رسول الله حيا قبل أن يموت ميتا؟ قال أجل لأن إذا كان القلب يموت حيا إذا قصى على ربه لأن إذا بلغت القصوى مبلغها في القلب فنزع من القلب الرحمة ونزع من القلب الشفقة ونزع من القلب المودة ونزع من القلب الألفة وكل هذا أذباع الحبيب صلى الله عليه وسلم لنرى فيه أشياء قد تغضب النفوس لأن إذا تغط القصوة في القلب تفضل أستاذ محمد تفضل أستاذ تفضل عليكم عليكم السلام وبركاته أستاذ الكريم تفضل الله سلم تفضل 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 أخي الكريم أول سؤال أنا بعض كتير في التوضية أن أنا لا أطلع عليك أو بعض على التوضية أكتر من ثم مرة الأذكار إيه إن أقولها أن أنا ما رجعش سألون أن أنا أتوضى فيها دايما تستعز بالله أن تستعز بالله دائما وأبدا أن نستعز بالله من الشيطان الرجيم حتى أن الله تبارك وتعالى يصرف عن الوساوس ويصرف عن المكاد يصرف عن الشياطين وأن الله عز وجل يحفظك بطهره اللهم اجعلني من الطيبين ومن المتطهرين يعني دايما تدعي كده تقول اللهم اجعلني من الطيبين ومن المتطهرين دايما تخلي دعائك دمعاك أخي الكريم الفاضل أحباب النبي دن عظيم دن جميل دن في أشياء عظيمة وروحنيات وعلاقة طيبة بيننا وبين الله وبيننا وبين حبيبنا وبيننا وبين الناس لأن من لا يشكر الناس لا يشكر الله دائما أبدا أنت تعامل الناس فهجب عليك أن تعامل الله في الناس بالخير وأن تعامل لأن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق حبيبي أستاذي هل سؤال آخر اتفضل اتفضل ولكن مشاهدي قناتنا الطيبة الكريمة أحبابي أحبابي رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي هو بيقوله في صلاح القلوب وهل هناك من مفسدات القلوب يا رسول الله قال نعم لأن مفسدات القلوب كثيرة أولها أشبهات وسانيها الشهوات السبهات والشهوات أحباب النبي من مفسدات القلوب ومن مفسدات القلب الكذب لأن الكذب رأس كل خطيئة ورأس كل فجور فشوف مقولة طيبة أوي وجميلة أوي لابن القيم وابن الجوزي فقال ابن القيم وابن الجوزي أن علموا أولادكم القرآن فالقرآن يعلمهم كل شيء الله أكبر الله أكبر شوف تاني علموا أولادكم القرآن فالقرآن يعلموا أولادكم كل شيء طيب وإحنا في القلوب هنا القلوب الرحيمة القلوب الكريمة القلوب الطيبة القلوب الصافية القلوب الناقية القلوب الورعة القلوب الخائفة الخشعة من الله لليه إحنا منخافش من ربنا ليه إحنا منستشعرش عزمة ربنا قال وما قدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدره ومن يعظم ومن يعظم شعائر الله شوف فقا إيه يعني استمع بس الكلمة دي حبيبي في الله ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب أنت فين ما بتعظمش شعارة ربنا فين وإنت من الكاذب فين وإنت من الزينة فين وإنت من المواقف ومن أنت بتغلق عليك باب أبواب لا يراك فيها الناس بل يراك فيها رب الناس زي مثلا أنت بتقفل عليك غرفتك وقاعد على الهاتف اتفضل اتفضل يا استاذ المواليد اتفضل يا حاجة ازاي حضرتك يا حاجة منوار الدنيا كلها والله يا أم لا يتفضل يا نورة دلوقتي عزيني دلوقتي نتاج بس بنتي متوفرية وعزيني سعيد هتاخد مراسة ولا بستاخد نعم مراسة متوفرية هتاخد مراسة ولا بستاخد تاخد ايه مراسة من أبوها مراسة من أبوها ما احنا ذكرنا يعني من سابق في حلقة سابقة ست الأحباب لأن ان شاء الله كده أخذت مراسة من قبل فهو يعني إن كان يعطيها فهي ايه من طيب خاطر ويعتبر ايه أن الأب يعطيها من ايه من نفسه يعني ما فيش حد يجبره أنه يعطيها تاني لأنه أعطاها من قبل يعني هو أعطاها من قبل كما ذكرت حضرتك كتب لها شقة باسمها يعني نقول ايه بماله الخاص أعطاها شقة فلو يعني نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل الفضل دايما بين الناس من القلوب الرحيمة والطيبة شكرا لك سأل حاجة موليد طيب مدخل معلش أحباب النبي صلى الله عليه وسلم دي برضو من القلوب الطيبة الرحيمة أن هناك يعني أب وله أولاد كثير ولكن على قيد الحياة من قلبه الطيب أن قسم تركته أو ماله إلى أبنائه وهذا الرجل يعني زو قلب طيب زو قلب الرحيم ترى هذا الإنسان قريب من رب لا يهمه إلا الله فهو خائف من الله فأراد أن يريح قلبه وأن يوزع تركته إلى أبنائه أحباب النبي صلى الله عليه وسلم لماذا موقف من مشاهد هذه الحياة؟ هذا موقف حي وحدث حي من القلوب الرحيمة أن أنت تعطي لله وتنفق لله وتحسن لله أحسن كما أحسن الله عليك لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها وما ربك بظلام للعبيد أحباب حبيبنا صلى الله عليه وسلم لنرى في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل تفضلي سيدة محمد مدغلي سلام عليكم حاضر عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي سيدة محمد حضرتك أنا توضيت عشان أسنى الفجر وصلاة القيام الساعة 2 تمام صلاة القيام الساعة 2 أي ساعة 2 آه وبعدين أعدت أسنى الفجر فغفلت ونمت طب يعني استيقظت بقى إن شاء الله يعني في إمتى كده في معادي إيه مثلا إن شاء الله حوالي الساعة 7 الساعة 7 صباحا يعني سلت الفجر لا ما سلتت حضرتك طيب بقى كده تصلي إن شاء الله قضاء يعني قضاء أو ممكن تصلي مع الفجر التاني الفجر الذي مضى عليك يعني ممكن تصلي إن شاء الله الفجر مرتين في توقيت إن شاء الله لإن أو ممكن تصلي القضاء لإن الإنسان عمره مش مضمون العمر ليس مضمون أحباب النبي صلى الله عليه وسلم فعلينا أن نبادل بالصلاة لأن لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله ما أحب الأعمال إلى الله قال الصلاة على وقتها قال يا صم أي قال بر الوالدين قال يا صم أي قال الجهاد في سبيل الله الصلاة يا جماعة إن إحنا بقلوبنا لازم تكون متعلقة بربنا أوي قلوبنا تكون واصلة بربنا أوي ما نقطعش الصلاة دي أهم حاجة لأن أول ما يسأل عليه العبد يوم القيامة هو صلاته إذا صلحت صلاته صلح سائره عمله وإذا فسدت صلاته فسد سائره عمله حجم محمد تحت أمرك تفضل أي سؤال آخر أحبابنا لما سئل النبي عن مفسدات القلوب فقال الكذب لأن الكذب من مفسدات القلب وهو رأس كل خطيئة ورأس كل ذنب فيعودوا أنفسكم أن تنهوها عن الكذب أحباب النبي اجعلوا الصدق بينكم واجعلوا الرحمة بينكم واجعلوا المودة والألف بينكم تنالوا رضا ربكم هذا ما أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله تبارك وتعالى أحباب الحبيب صلى الله عليه وسلم لنرى مواقف كثيرة وأن النبي قال الزنا واللوات والفصوق والفجور والعبس والفساد كل ده من مفسدات القلوب وعقوق الولدين من مفسدات القلوب ده من أشر المفسدات القلوب والشرك كذلك مفسدات القلوب أحباب النبي صلى الله عليه وسلم وكل الكبائر من مفسدات القلوب وهناك ففضل يا أستاذ علي تفضل أستاذ علي معاك تفضل أيها فنم تفضل أستاذ علي مشرفنا ومنورنا في هذه الحلقة تفضل تفضل يا أستاذ علي معاك ولكن أحباب الحبيب صلى الله عليه وسلم من مفسدات القلوب وصل لما سابق من مفسدات القلوب أيضا الغيبة والنميمة والزم والمتح ومسيرة الناس لذلك بقول إيه كان حاصن البصري رحمة الله عليه ومن الزهدي من التابعين كان يقول إن شغلت بعيبي عن عيوب الناس فكفاني الله عز وجل بالعيوب محبة كفاني يعني بعد عني كل العيوب وزدني محبة بإيه لأنه مزغول بإيه مزغول بعيوبه عن مال يصلح يصلح مع مين مع ربه صلاح القلب ده شيء عظيم عند الله إن أنت دايما تستحي من ربنا إن أنت تخاف ربنا إن أنت تتقرب ربنا في كل موضع في كل مكان إن أنت تجعل أن ربنا مرأب عليك إن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور شوف أديه وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بقول ليه واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم شوف من مفسدات القلوب حاجات كتيرة أكل مال الناس بالباطل وعقوق الوالدين وعقز حق مال اليتيم بغير حق يعني إيه لا تأخذ مال يتيم إلا باللاته أحسن وتعامل الناس بيتيب نفسهم وبيتيب الخاطر وأن تعطي لله وتمنع لله كل ذلك يعطيك تقوى القلب تقوى القلب محبة القلب أنت تجعل في نفسك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن قال من يا رسول قال من لا يحب لأخيه ما لا يحب نفسه إذا أحببت للناس حب الخير وأصلحت بينك وبين الناس فأصلح الله لك كل أحوالك وكل أفعالك بل أصلح لك زوجك بل أصلح لك أبنائك بل أصلح لك حياتك بل أصلح لك كل شيء وأعطاك ما تريد وفوق ما تريد قال أعبد الله كما يريد يعطيك الله فوق ما تريد ده مين؟ ابن الجوزية برضه أم مازي انت فضلي؟ أيوة يا دكتور أيوة تفضلي تفضلي حضرتك؟ أيوة أنا كنت عايزة أسأل عن كنت متجوزة تفضلي هو معايا ولد تمام هو تطلقت بعدها وبعد ما تطلقت أنا كنت عايز أسأل هو جوزي تجوز واحدة تانية وخلف منه تمام عايز يرجعني يعني عايز يرجع حضرتك أيوة هو عايز يرجعني بس أنا قلت له لازم تطلق اللي جوزتك آه طب يعني هو يعني بفرض أنه هو ما طلقش الزوجة التانية هل تقدر ترضي أنه هو يرجع لك على هذا الوضع وتقبلي على هذا الوضع لا أنا مقبلت أبدا نبجة تانية نعم لا مقبلت أبقى زوجة تانية حبلتك زوجة تانية لا مقبلت ما تقبليش ايوة ظلمت كثير منه المقبلت والله إذا الإنسان ظلم فيحتسب على الله لأن الله يعني تبارك وتعالى قال ودعوة المظلوم تلاس دعوات لا ترد منها دعوة المظلوم قال فليس بينها وبين الله حجاب يعني إيه ما فيش فهى بينه وبين الله حجز أو وساطة على طول بقول ولأ أنصر النهى ولو بعد حين إذا الإنسان ظلمه إنسان فليحتسب على الله مش يدي على يقول لا أحتسب يا رب أفوض الأمر لا يحص بي الله ونعم الوكيل هذا أكبر دعاء عند الله يهتز له عرس الرحمن للمظلوم فقال وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين فإذا أنت حضرتك لو ما قبلتيش على هذا الوضع يعني دي أمور بينكم أنتوا تشوفوها بإيه بالصلاح يعني باتفاق كل الأمور بتبقى باتفاق بين الناس هذه من إيه برضو من صلاح القلوب إن دايماً القلوب دايماً بتتسامح دايماً القلوب بتتصالح دايماً القلوب بإيه يعني بتبقى فيها رحمة بين الناس وبعضيها أي سؤال آخر تفضلي ولكن أحبابنا أحباب رسول صلى الله عليه وسلم من مرسطات القلوب قال رسول الله علمنا كيف القلب تزرع فيه المحبة وتزرع فيه المودة وتزرع فيه الألفة ويزرع فيه الحنان لأن الحنان من من؟ من حنان الله من كان في قلبه رحمة لا يمس جسده النار أو كان في قلبه رحمة أي شفقة أي مودة أي إصلاح بين الناس وإصلاح ذات البين وإدخال الصرور على قلوب المسلمين والمؤمنين فارحموا هذا ربنا سبحانه وتعالى الرحيم قالوا رحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء رحمة الله تبارك وتعالى بلغت عنانا السماوات والأرض وأمسك الله تبارك وتعالى تسع وتسعون ورحمة وأنزل علينا رحمة واحدة بلغت عنانا السماوات والأرض فقال ورحمته وسعت كل شيء إحنا ليه ما نكونش رحمين ببعض ليه ما بنحبش بعض ليه ما بنخافش على بعض ليه ما بنرحمش بعض ليه ما بنكيش بأين وبأين بعض ونسامح بأين وبأين بعض نسامح نزرع في قلوبنا الحب ونزرع في قلوبنا الخير ونزرع في قلوبنا الفلاح et doncの رعveda بما أمرنا الله تبارك وتعالى وعاملنا بما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم وتجنبنا كل نهي نهانا الله عنه لأن الله عز وجل ماذا خيرنا الله يأمر بالعدل والإحسان وإتائه ذو القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي حياتنا ماذا نرى الناس الآن الناس مزغولة بإيه مزغولة بالنت والهواتف المحمولة والأفلام الإباحية وغير ذلك وبعيدين عن انظروا إلى حال المساجد انظروا الآن إلى حال المساجد تفضل ألو تفضل مع حضرتك تفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل حضرتك أول سؤال أما لا أركز أن أنا ما ساشفص تفضل بقول لحضرتك أنا أركز أن نعم عيد ما عليش سؤال تاني بقول تفضل دايما أعايز أن أنا أمركز أعايز أن أمركز يعني أه أنا أعايز أن أمركز بش 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 أه تمام طيب دايما أن إحنا أحباب النبي صلى الله عليه وسلم في تركيزنا في الصلاة الصلاة ينبغي فيها الخصوة لو أنا خاشع وأنا يعني بكل جوارحي وبقلبي وبعقلي وبجوارحي وببدني وبنفسي إيه متفرق للصلاة فأنا لا هنشغل الشطان مش يعرف الخلي مدخل ليه لأنني مع الله خائف مع الله عندي يقين مع الله لأنني خاشع بين يدي الله في إزلال في خضوع في خشوع في خوف في مرأبة إن أنا بجعل هذه الصلاة آخر عمل لي بينه وإيه دي ربنا بجعل هذه الصلاة آخر شيء ليه؟ لأنه ربنا سبحانه وتعالى العمر والرزق والأجل وبيد الله فربما النفس يخرج ربما لا يعود يعني ممكن النفس يطلع وما يرجعش الإنسان تاني ومن مات على شيء أو من مات على شيء بوعس عليه زي ما حضرت نفسه ومن مات على شيء بوعس عليه طب وإحنا عايزين بقى وإحنا في صلاطنا دايما نبقى خشعين مع الله دايما نبقى فيه خضوع وإزلال انكسار مع ربنا سبحانه وتعالى عشان ربنا يقبل لأن الصلاة ممكن تصلي ما هم العبد من صلاطه إلا سجوده ورقعه وشقائه وتعبه ونصبه لا إحنا عايزين الصلاة تقبل بإيه؟ بخشوعنا بخضوعنا برضو دي من إيه؟ من صلاح القلب أي سؤال تاني آخر اتفضل أي سؤال تاني آخر اتفضل ولكن أحباب النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة طيبة جدا 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 في مقولة كان هناك امرأة امرأة كانت تعيش بين الناس وكانت في عهد الأمير الفاروق عمر سيدنا عمر أمير أو خليفة المسلمين في ذلك الوقت وهذه الأمة كانت تصنع خبز فنقسمى امرأة الخبز أو ايه؟ أمة الخبز امرأتنا صانعة الخبز فكانت دائما تصنع الخبز وتصنع فيه زيادة تعطي للسائل والفقير والمحتاج إذ بينا أن هذه المدينة رجل أشغس أخبر شو بقى من صلاح القلب إزاي وطيب القلب فين في الأعمال الصالحة والأعمال الخيرة والأعمال الطيبة إن احنا نصلح مع الناس إن احنا نقدم للناس الخير إن احنا نزرع دايما ونسيب كله على الله ونطرق كله لله ما نحاسبش لإن اللي بيحاسب ربنا اتفضلي يا أستاذي كريمة قالوا؟ قالوا اتفضلي من طول تتفضلي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي حضرتك لو سمحت حضرتك أنا مريض بقلب مرض نادر القلب والرقة فما بقدرش أوصي سعاد بيغم علي يعني لما جاوصي وكده فبصلي على كرسي برضو ما بذبطش كويس على كرسي أو أرقع كويس فإيه حكم دين في كده يعني؟ الحكم لله سبحانه وتعالى ولكن أختي في الله إن ربنا سبحانه وتعالى أبحث الصلاة في حاجات كتيرة بالجوارح حتى يعني بالأصبع بالعين بالاتكاء بالنوم إن نشوف ربنا من رحمة ربنا على الإنسان إزاي إنسان مرحمش بقى نفسه إزاي إحنا منرحمش نفسنا لإن ربنا كتب الرحمة في كل السور كل الخلائق كل المخلوقات إن كان ذكر أو أنسى ولكن في الصلاة أختي في الله تجوز هذه الصلاة لإن ربنا عندي عزر عندي رخصة النبي صلى الله عليه وسلم رخص لنا وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم في كل الأمور أن الصلاة لها فيها أمور كثيرة وإنت بتقولي شفاك الله وعفاك نسى الله تبارك وتعالى الشفاء العاجل والعفو لسئادتك أخت الحبيب تمام تمام بأخت الفاضلة ربنا يبرك لك وإن أنت تحفظي بس على الصلاة وإن شاء الله القبول على الله تبارك وتعالى أي سؤال آخر تفضلي ولكن أحبابنا زي ما ذكرنا أن حبيبنا صلى الله عليه وسلم بذكرنا بالحاجات والمواقف الطيبة طيب في موقف مع صناعة الخبز في عهد مين؟ خليفة المسلمين الفاروق عمر عمر بن الخطاب أمير المؤمنين الذي فرق بين الحق والباطل وكانت هذه الأمة تصنع خبزا بزيادة تعطي منه السائل والفقير امتسالا بقى للآيات والذين في أموالهم حقهم معلوم للسائل والمحلوم هذه الأمة وكانت تصنع الخبز على تعد وتضعه على نافذة يعني على صرفة شباك كذا ويأمر رجل أشغس أغبر أسود فكانت الناس لا تألف هذا الرجل ومن صوته ومن كلامه ومن فعل ويأخذ الرغيف ويمضي ولكن كان لهذه السيدة ابن أحباب اتفضل قالوا اتفضل أستاذ محمد اتفضل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل انا كان نقس والا عند حضرتك تاني بس في الخط أطع لا لا اتفضل تحت أمر حضرتك اتفضل ربنا جزيز خير لا بلكننا في حضرتك يا فاند المنوارنا اتفضل الله خديد حضرتك انا كنت بصير للرحم ما بين ولاد العام وهنا وهنا وكنت بوده ما فيش حد يسأل ومرة واحدة أطع قال صورة علي زم كده يعني نقول ولا يعني لا نخشى في الله لو ما تلائم كده في زم ان شاء الله ليه كده في زم قال الواصل الواصل يعني بص النبي صلى الله عليه وسلم بقول لي الواصل ليس الواصل بالمكافئ وإنما الواصل من قطعت أرحامه وصلها هم ما بيزورنيش ما بيجونيش بيهجروني بيقطعوني لا اوصلهم اوصلهم لأنه ربنا اللي امر والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل شوف والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه انت على سيادتك ان انت توصل وايه وما تقطعشي صلة الارحام لأن من اراد ان ينسى الله في عمره فعليه بصلة رحمه من اراد الله ما يتفضل فضل ما يشفن تفضل فن ولكن احباب النبي صلى الله عليه وسلم صنعت الخبز حتى نرجع الى هذه القصة فنرى احباب الحبيب صلى الله عليه وسلم انها كانت تعود ولكن كان لها ولد ضق به الرزق فذا صافر الى مدينة اخرى لجلب رزقه وجلب سعه انه يسعى الى رزقه فحينما عاد بعد فترة من الزمن او بعد وقت من الزمن عاد الى مدينته والى بلده فقابل هذا الرجل في قارعة الطريق اي في بداية الطريق او في بداية المدينة او مدخل المدينة فماذا كان لان الجوع قد يقتل هذا الولد او هذا الغلام يعني كاد الجوع ان يقتله فنادع هذا الرجل الاشغس الاغبر وكلما كان يمر ان يأخذ الرغيف يقول صنيعك لك ومردود عليك فلما قبل هذا الغلام وقال الرجل هل معك من طعام لي فان الجوع يقتلني وارد ان اكل فاعطاه هذا الرغيف شوف القلوب الطيبة اعصر هذا الغلام على نفسه شوف اد ايه هذا الرغيف كل طعامه ولكن اعصر بقلبه الرحيم قلبه الذي كان مع علاقة طيبة مع ربه فاعطى هذا الولد او هذا الغلام طعامه كله فقال الرجل ولكن هذا الخبز يشبه الخبز امي قال نعم انني اخذه من عند امت او من عند امرأة تضعه في الشارفة وان اخذه وامر بالمدينة واقول له صنيعك لك ومردود عليك ولكن اصيك يا ابني او يا ابني ان كل ما ترى احد تقول صنيعك لك ومردود عليك يعني ايه يعني اللي بتعمله بتلقاه كما تدين تدان حبيبي في الله حبيبي في الله اعلم كما تدين تدان كل شيء عند ربنا بقدر وما يلفز من قول الا لديه رقيب عتيد يعني اقول ايه وطبعا مين كمان ده سيدنا عمر بعلمنا وبعلمنا سيد نبي بقول سيدنا عمر ايه حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا وزينوا اعمالكم قبل ان تزن عليكم شوف الرجل بقى لما رجع لامه وطبعا طرق الباب ففرحت الام بلقاء ابنها وعبدته منذ زمن بعيد فقال يا امه لقد قابلت رجل في الطريق وعطاني رغيفا وشبعت من جوعي وتعبي ووصبي فهذا الرجل اصر نفسه واعطاني تعامل فولكن قال لي يا امه صنيعك لك ومردود عليك قالت يا ولدي لو كنت تعلم ماذا كنت سأصنع اليوم في هذا الخبز كنت سأضع السم في العجين قبل ان يخذوا هذا الرجل لترتاح البلد والمدينة من صوته ومن منظره قال ولكن ان الله تبارك وتعالى هو الذي الهمني ان تقع زجاجة السم وترتجف يدي وتقع زجاجة السم وتسكب او تسكب على الارض اي تلقى على الارض وتكب على الارض لان الله تبارك وتعالى احبني فسجدت شكرا لله الذي منعني ان اؤذي غيري هذا احباب النبي لان صميعك لك ومرضود عليك لو كانت فعلت هذه الفعلة في القاء السم في الخبز لمات ولدها لانه الذي كان يأكل هذا الرغيب فضل تفضل تفضلي للأسف فيه ناس كثيرة هؤلاء اللي بنشر الشاعات ويحبوا يشغلوا الناس بالأكاذيب والأباطيل ولوحد يعني عايز يسغل باله بذكر الله يعني اكتر منهم لكن استمرارهم على الظلم هؤلاء يعني ويحبوا يشغلوا الناس خينيين لبلدهم خينيين لأنفسهم خينيين لكل شخص يعني حتى النفسهم هم خينيين لأنهم بيطلعوا على رزائل الأخلاق ويحبوا يشغلوا الناس بالهيافات ويحبوا يتكسبوا بالأكاذيب والأباطيل بخاطرتك يعني الواحد يدعى عليهم عشان خاطر عايز يشفل بذكر الله فالناس دول يعني نعمل معهم إيه يعني وللأسف الناس دول ما بيحبوا أخرى حتى حدهم يعني يحب المال والشورى عميلا نعم شكرا 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 لحضرتك بتسأل الأخت الفاضلة أن هناك من الناس من ينشر الأكاذيب ومن ينشر الفوضى والفساد وفعل الإرهاب فقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم في الحقدة والغلة والحسدة وقال البغض نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن البغض والحسد والقراهية والغل وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسدة إلا في سنتين أحبابي الحبيب صلى الله عليه وسلم إحنا بقى الأخت الفاضلة بتسأل بتقول إيه نعمل إيه مع الناس دي ندعي للناس دي أن ربنا سبحانه وتعالى بالهداية نديهم النصيحة ننصحهم نقدم لهم النصيحة وندعي لهم بالهداية ندعي الله تبارك وتعالى أن يهدي قلوب عباده إلى سبل الرشاد وإلى الصواب وإلى الحق وإلى طريق المستقيم وإلى ديننا إلى ديننا العظيم أحباب النبي في شتى بقاع الأرض من شديقها إلى مغربها في كل بقاع الأرض من مصرنا الطيبة ومن هذه القناة أحبابي في الله يعني بالمناسبة أحباب النبي صلى الله عليه وسلم أتقدم بالشكر الموصول للدكتور جمال عبدالعظيم مدير إدارة البرامج بهذه القناة الطيبة المباركة وقصة القناة والعمل عليها ولكن أحباب النبي صلى الله عليه وسلم بنشوف موقف طيب كريم مع برضه نموذج آخر من النمازج المشرفة النمازج المشرفة في صلاح القلوب النمازج الطيبة الكريمة بين زوج وزوجته وكان هذا في عهد مين؟ في عهد الحبيب صلى الله عليه وسلم عطبة ابن ربيعة وزوجه ابن ربيعة فكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم دائما أبدا كان الحوار تفضل ألو تفضل ألو سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي إزاي حضرتك يا فندم تفضلي ربنا يبارك لك ربنا يبارك لك إزايك الله خيرا تفضلي الله يبارك لك عايزة أسألك عايزة أجأ باسم الله العظيم يعني العظيم يعني الاسم الله الأعظم نعم يعني لو دعيت بي أجاب نعم قل لي اسمي إيه عايزة أعرف الاسم يعني والله إن كل الأسماء لأن لله تسع وتسعون اسما فدعوا بها ولله الأسماء الحسنى فباسم الله الأعظم الفضيل الكريم العلي الكريم التواب الرحيم الماجد الواجد الواحد الأحد يعني أسماء كثيرة ولكن كل الأسماء مستحبة ومباحة أن أدعوها الله بصفاته بكماله بجلاله بكل أسماء الله يستجيب الله تبارك وتعالى تفضلي أي سوء الآخر ميجي رحب فضل ميجي ولكن أحبابنا صلى الله عليه وسلم من المواقف والنماذج الطيبة كان هناك يتدور قصة طيبة بين عطبة بن ربيعة وزوجه ماذا دار هذا الحوار مع القلوب الطيبة والقلوب المؤمنة والقلوب الطائعة شو بقى نظرا إلى زوجاتنا للأزواج بنتكلم بقى على الأزواج اللي بتعيش النهاردة مع الأزواج ينبغي على الأزواج الطاعة في غير معصية الله يعني أن تطيع زوجها وأن تحافظ عليه وأن تعطيه كل سبل والراحة لأنه هناك فيه مشقة الرجال الرجال يقومون على النساء بمفضل الله وبعضهم على بعض ومنفقه أنا عايز بقى وقفة كده شوية مع أحباب النبي صلى الله عليه وسلم مع القلوب كده ومع صلاح القلوب أن الأزواج والزوجات يصلحوا قلوبهم مع بعض ابتغاء مرضات الله دي حلقة بقى للصلح حلقة للمسامحة حلقة للتصفية حلقة لأن احنا نسترح منحسن لبعضنا عشان ربنا يرحمنا ويكرمنا نبدأ منين من الزوج والزوجة أحباب النبي ونشوف عدبة ونشوف زوج وعدبة يعني دعو النبي صلى الله عليه وسلم أحباب الحبيب صلواته ربي وسلامه عليه فلما كان هناك أمور في البيوت وكلنا نعلم بين الأزواج بيدور خلاف وبيدور أمور لا يعلمها إلا الله لأن الزوجة الحبيبة والزوج الحبيب المنزل أو البيت أو الأسرة في البيت في محيطها وأن الزوجة كمثل الأبر وأفعاله يغلق عليهم باب كمثل القبر وأفعاله القبر فلا يفشى سر بين الزوجة والزوجة خارج البيت حتى ولو كان لأبوايهما لوالد الزوج والزوجة أو لوالد الزوجة أو لوالد الزوجة أو لوالدته أو لوالدته لا إحنا عايزين نحافظ على كياننا وعايزين نحافظ بإسلامنا ما نقولش أسرارنا لازم نحتفظ بأسرارنا ده من كمال الدين وكمال الأيمان شوف بقى مع عدبة بن ربيعة لما نادى على زوجته فكان هناك أمر من الأمور فتأخرت وتمهلت زوجة عدبة فأقسم عليه أن يشقيها فقال لها يا زوجة عدبة يا أم فلان فتمهلت وتأخرت فأقسم عليه أن يشقيها قال بعد أن فرغت من عمليها فجاءت وأقبلت عليه قال ما لك يا عدبة ما لك تصيح بقول وصوتك عالي يا عدبة ما لك وما تقسم علي أن تشقيني وما سد الشقاء عندك قال أضربك وأهجورك وأمنع عنك المال وأمنع عنك الطعام بل وأمنع عنك المسكن وأطردك قالت إنك لا تملك فجن جنونه وحمرت وجنتها أنا لا أملك قال إنك لا تملك فإذا ضربتني فأنا في ذمة الله شوف القلوب المؤمنة التي مع الله لأن من كان مع الله كان الله معه ومن كان مع الله الله جعل معه كل شيء من عرف الله وتأكد يقينا بالله بأنه كان مع الله كان معه كل شيء ومن فقد الله فقد كل شيء من وجد الله وجد كل شيء ومن فقد الله فقد كل شيء دائما أبدا اعلم لأن لو أن الأمة بأسرها ده سيدنا النبي اعلم لأن الأمة لو اكتمعت على أن ينفعه ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول في حديث قدسي قالوا لنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال لو اكتمعت أهل السماوات والأرض ولو اكتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء إلا وقد قتبه الله لك ولو اكتمعوا على أن يضرك بشيء لن يضرك بشيء إلا وقد قتبه الله عليك فنظرا لهذا قالت إنك لا تملك فغضب وحمرت واجنداء قالت وما سر إن ضربتني فأنا في زمة الله وإن طردتني فيأويني الله وإن حرمتني من طعام فيطعيمني الله وإذا مردت فهو يشفين وهو يطعمني ويسقين شوف الكلام بقى شوف الناس الطيبة المؤمنة المتمسكة بالله دي من الألوب الرحيمة من الألوب الطقية من الألوب الورعة النقية فقال ولكن أملك لك السعادة قالت وما مفهوم السعادة قال السعادة إنه يحبك واخترتك زوجة لي وأم لأبنائش كل هذا وقال وعددت لك مسكنا ومأمنا وكساء وشرابا وسهو سيابا وملابسا وغير ذلك قال بل وجلبت لك حليا لو الزهب والفضل قالت هذا هو مفهوم السعادة قال نعم قالت كل هذا أنت لا تملكه حتى لو أنفقت علي لا تملك اعلم بأن المالك الله فقالوا فضل إن شاء الله ولكن أحبابنا في قبل أن نختم هذه الحلقة الطيبة المباركة فقالت له إنك تنفعرض الأمر على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله قال قص بقص ما قص وقال الحديث ما بينه فقال أجي به أمط الله قالت يا زوجي ويا رسول الله اعلم بأن السعادة في العبادة والعبادة في الإيمان والإيمان في قلبي وقلب لا سلطان عليه ولا يملقه سوى ربي أحباب النبي علينا أن نتق الله في أنفسنا ونتق الله في قلوبنا ونتق ونصلح ما بيننا وبين ربنا وعلينا دائما أبدا أن نراعي الله وأن نستشعر عظمة الله في كل موقف وأننا نعلم أن الموت يدركنا من كل جانب وأن الأجل قريب أحباب الحبيب صلى الله عليه وسلم أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لو لكم نسأل الله تبارك وتعالى بدعائنا اللهم احفظ بلادنا واستر بلادنا اللهم اجعل مصرنا في أمن وأمان وستر وأمان اللهم انصرنا على أعدائنا عافنا وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا اللهم اجعلنا من المتقين اغفر لوالدينا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم افرق كرب المقروبين وزن الهم عن المهمومين واخضدين المدينين اصلح أحوالنا ويسر أمورنا واقتم الباقيات الصالحات أعمالنا اللهم كن لنا ولا تكن علينا أقول قولي هذا أحباب النبي أتمنى لجميع المشاهدين والمشاهدات إن ربنا سبحانه وتعالى يمنا عليهم العفو والعفية وكرم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في لقاء آخر دين السعادة والمحبة والجمال دين السماحة والإجابة والسؤال دين التبسم والحوار بلا جدال فيه الطوصة في الأمور والاعتدال دين السماحة والإجابة والمحبة والمحبة والسؤال